بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هلا ومرحبا بالجميع الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الجديد ملي بإذن الله بالإنجازات والنجاح للجميع بإذن الله رحكم معكم في مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس في الفصل الدراسي الثاني للصف الخامس الابتدائي معكم المعلم عبد الرحمن محمد الحسيني بس قبل ما نبدأ في درسنا اليوم أو مواضيعنا رح نتطرق لها بإذن الله في الفصل الدراسي الثاني رح نتكلم في موضوع مهم جدا له ما هي الإجراءات الاستعداد لمادة التربية البدنية حنا تكلمنا فيها في الفصول الماضية وتكلمنا فيها وأكدنا على بعض المعلومات المهمة لاستعداد لمادة التربية البدنية حنا قلنا مادة البدنية فيها جانب عملي وفيها جانب نظري عشان نكون مستعدين نحتاج إلى بعض الأمور عشان نكون مهيئين لأداء الحصة بإذن الله بأكمل وجه طيب نبدأ بأول شيء اللي هو النوم ليلا بوقت كافي نحاول نحرص دائما بالنوم ليلا تقريبا من 7 إلى 9 ساعات تكون متواصلة في اليوم الواحد وأيضا رقم الثنين اللي التغذية الجيدة الصحية المناسبة تكون بالخضار والفواكه والبروتين والدهون مليئش بالعناصر الغذائية كاملة وأيضا عندنا العنصر الثالث لإجراءات لشرب الماء بكمية كافية قبل وأثناء وبعد النشاط البدني وأيضا في طول اليوم الحياتي وأيضا عندنا هذه النقطة جدا مهمة لإختيار المكان المناسب وتهيته وشلون إختيار المكان وتهيته هذه النقطة أكدناها نؤكد عليها مرة ثانية اللي لازم أختار المكان المناسب لي وأيضا هيئة يعني شلون يعني اختار مثلا مكان معين وبعدين هيئة وبعد عني دميع الأدوات اللي ممكن تسبب لي أذى أو تسبب لي ممكن بعض الجروح أو مثلا قزاز قد الله يسبب فيه بعض الكسور أو بعض الجروح طيب عندنا النقطة الأخيرة اللي هي الملابس الرياضية المناسبة هذه تساعدنا على أداء التمرين وأيضا المهارات والخبرات التعليمية الحركية بشكل بسيط عندنا مثل ما قلنا حنا خمس نقاط اللي هي النوم أيضا التغذية والشرب الماء هذه نحتاجها الثلاثة في حياتنا اليومية وأيضا قلنا في استعداد لمادة البدنية وأيضا نقطتين الأخيرة اللي هي تهيئة المكان وأيضا أخيرا عندنا اللي هو لبس الملابس الرياضية المناسبة عشان أيش أداء التمرين الرياضية الآن ننتقل بذن الله إلى المواضيع اللي راح نطلق لها بذن الله بالفصل الدراسة الثانية في مادة التربية البدنية والدفاع النفس راح ناخذ خمس بذن الله مواضيع أو خمس وحدات راح الآن نطلق لها بشكل جدا سريع عندنا الوحدة الأولى وحدة الصحة واللياقة البدنية راح نتكلم عن بعض عناصر اللياقة البدنية مرتبطة بالصحة وأيضا بعض عناصر اللياقة البدنية مرتبطة بالأداء وأيضا راح نتكلم عن التغير في معدل التنفس أثناء المجهود البدني والتفسير المبسط له هذا درسنا اليوم بإذن الله اللي يتغير في معدلة التنفس رح ننتقل بإذن الله في الوحدة الثانية وحدة كرة الطائرة رح نتكلم عن ثلاث مهارات وأيضا زايد القانون رح نتكلم عن مهارات تمرير الكرة بالأصابع للأمام الأعلى وأيضا مهارات تمرير الكرة من الأسفل بالساعدين للأمام الأعلى وأيضا مهارات الإرسال الجانبي من الأسفل وأخيرا بعض القوانين الحديثة ثالثا عندنا وحدة كرة الطاولة رح نتكلم عن مهارة ضربة الرافعة الخلفية ومهارة ضربة الرافعة الأمامية وأيضا نصف الطائرة وأيضا الساحق الأمامية وأخيرا بعض القوانين الحديثة التي تحكم اللعبة وعندنا أيضا وحدة الجنباز رح نتكلم عن الدحرجة الأمامية المنحنية وأيضا الوث الأعلى لأداء نصف لفة وأيضا القفص فتحا على المهر عرضا وأيضا الاقتراب والارتقاء على سلة من الارتقاء والمفاهيم المكانيكية الخاصة بمهارة الجنباز وأيضاً أخيراً رح نتكلم بإذن الله في الوحدة الخامسة اللي هو في الجود وإذن الله رح نأخذ بعض المهارات الأساسية الآن ننتقل موضوعنا اليوم أو درسنا اليوم مثل ما قلنا لكم في وحدة الصحة واللياقة رح نتكلم عن إدراك التغير في معدل التنفس رح نتكلم بإذن الله عن بعض المفاهيم في درسنا اليوم بإذن الله لكن قبل ما نطلق درسنا رح ننتقل إيش لتماريننا اليوم أو تمرين اللحمة قبل الآن من الجميع يكون جاهز ومستعد لأداء التمارين مثل ما قلنا لابد من اختيار المكان المناسب ولبس الملابس الرياضية عشان نقدر نعدي التمارين ننتقل على طول لأداء التمارين الأول اللي هو المشي في المكان بسرعة جدا بسيطة بعدها ننتقل إلى الجري في المكان بسرعة متوسطة بالجميع يكونوا واقف الظهر مستقيم النظر دائما يكون للأمام عشان ندي التمارين أول شي ندي بشكل بسيط و بشكل في نفس المكان ماشي في المكان واحد اثنين ثلاثة ابدأ واحد ممتازين مع بعض ما نعدي اثنين مش سرعة جدا بسيطة ثلاثة ممتازين ونبنركز في عملية التنفسة الآن وش راح يصيلها احنا تو كنا جالسين او كنا ايش ما نسوي اي مجهود بدني الآن وش راح نركز على ايش على المجهود البدني مع معدل النبط والتنفس ممتازين ستة سبعة ممتازين بطال تمانية تسعة عشرة بطال ممتازين ممتازين اثنين ثلاثة اربعة ممتازين خمسة ستة ابطال سبعة ثمانية اسرع ابطال ممتازين عشرة مرة ثانية واحد نبي بشكل متوسط الآن بسرعة متوسطة اثنين ثلاثة اربعة ابطال خمسة ستة سبعة ثمانية ممتازين تسعة عشرة نوقف ونريح ممتازين الآن نقف في المكان ناخذ الشهيق والزفير الآن صار عندنا مدى التنفس صار في زيادة وأيضا النبضة صار في ارتفاع ليش؟ لأنك كنا في وضع الراحة أو وضع الجلوس بعدين نتقننا إيش؟ إلى التمارين الرياضية الآن ننتقل للتمرين الثاني تمريم ذلة أيضا نكون بسيط لو لاحظنا الآن رفع الذراعين عالية وأخذ خطوة لليمين مع تصفيق عاليا وبعدين خطوة إلى اليسار والتصفيق عاليا مع بعض وقوف ناخذ خطوة لليمين ويشى التصفيق عاليا ثم لليسار والتصفيق عاليا جاهزين مع بعض تمرين ابتدي يمين وامتازين إسار يمين ابطال إسار وامتازين ثلاثة أربعة وامتازين خمسة ممتازين استمر ستة سبعة ابطال ثمانية تسعة عشر وامتازين استمر واحد ابطال ممتازين ثلاثة أربعة أبطال ممتازين بشكل جدا بسيط تعني من سيبية اليمين ثم إلى اليسار أبطال ثمانية تسعة عشرا ريح ممتازين ريح شوي أبطال نفس التمرين مرة ثانية لكن بعشر عدات بسرعة متوسطة نفس أداة التمرين ما نبي بسرعة عالية نبي بشكل بسيط اليمين ثم إلى اليسار مرة ثانية تمرين ابتدي يمين ممتازين واحد إسار اثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة سبعة ممتازين ثمانية تسعة أبطال عشرة جميع قف أبطال ريح الآن صار في أيضا زيادة أكبر في إيش لن إيش هنا زدنا الآن في الجرع إيش التمرين أكثر صار التمرين الثاني ممتازين أبطال ننتقل على طول إيش للتمرين الثالث بعد أن نأخذ ذنر راحة بسيطة مدة ثلاثين ثانية وبعد أن ننتقل التمرين الرابع الآن التمرين الثالث بشكل جدا بسيط بذراعين تقريبا في جنب الجسم أو جانب الجسم بعد أن تحريك القدم للأمام ثم إلى الخلف بشكل تبادلي مع بعض تكون الوقوف والظهر طبعا مستقيم دائما تبقلنا النظر إلى الأمام بذراعين بجانب الجسم ومناسقة للجسم لأمام ثم إلى الخلف الأمام إلى الخلف جاهزين مع بعض نأتي عشر عدات ثم الجولة الثانية عشر عدات مع بعض تمرين ممتازين ابتدي واحد ثنين ثلاثة أربع أبطال خمسة ستة سبعة استمر ممتازين ثمانية تسعة أبطال ممتازين بشكل تبادلي اللي الأمام والخلف عشرة استمر مرة ثانية الجولة الثانية بشكل متصل أبطال واحد ثنين ثلاثة أبطال خمسة ستة سبعة ثمانية ممتازين تسعة عشر أبطال ريح ممتازين الآن ريح في المكان متصل من الثلاثين ثانية ناخذ الشهيق والزفير مثل ما قلنا الآن صار معدل التنفس في ارتفاع أكبر لأن زدنا في عملية التمارين صرنا في التمارين أصعب شوي فيها الوث الأعلى وتحريك القدم إلى الأمام والخلف الآن ريح شوي ناخذ الشهيق الزفير ممتازين مرة ثانية أبطال أخير ممتازين ننتقل 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 للتمرين الرابع ذراعين عاليا للأمام وتحريك القدم للخلف ثم إلى الأمام لو الآن خذناه بشكل جانبي لو لاحظنا الآن الذراع إلى الأمام والأعلى ثم إرجاع القدم إلى الخلف ثم إلى الأمام مع تحريك الذراعين جاهزين مع بعض نبدأ دائما أي شكل نحن عشر عدات ثم الجهة الثانية عشر عدات جاهزين مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أبطال أربعة خمسة أبطال ممتازين ثمانية تسعة عشر ممتازين الجهة الثانية ممتازين الآن الجهة الثانية كمل واحد اثنين ثلاثة أبطال أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة أخير عشرة قف ريح شوي نسخل بعض الإطالات البسيطة ثرعين أو ثرع الأمام ثم إلى الجانب شكل بسيط ثلاث عدات واحد اثنين ثلاثة ممتازين جهة ثانية واحد اثنين ثلاثة ممتازين منطقة تمرين اللي بعدها أبطال ذرعين في الوسط ثم النزول إلى الأسفل ثم إلى الأعلى والوقوف على الأمشاط بشكل جانبي الوقوف على الأمشاط مرة ثانية مع بعض نزول إلى الأسفل والظهر طبعا مستقيم ثم إلى الأعلى والوقوف على الأمشاط مع بعض عشر عدات ثم عشر عدات أخرى مع بعض واحد ثنين ثلاثة ابدأ نزول بشكل بسيط ثم إلى الأعلى واحد أبطال ثنين ثلاثة ممتازين أربعة أبطال ممتازين نستمر خمسة ستة نزول أبطال ثمانية تسعة عشر أبطال الجولة الثانية واحد ممتازين ثنين نزول أبطال ثلاثة ممتازين أربعة خمسة أبطال لازم ثنين تمريد ناخذ الشهيق والزفير أيضا ليس فقط في الوقوف ممتازين تكمل سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف ممتازين نريح أبطال ممتازين ناخذ الشهيق والزفير بعد كل تمرين لازم ناخذ الشهيق والزفير ولان نلاحظ أيضا في عملية التنفس تكون أيش مرتفعة قريعة وزايدة شوي ننتقل على طول إلى أيش التمرين الأخير ذراعين جانبا ذراعين جانبا وتحريك الجذع لليمين ثم إلى اليسار جاهزين تمرين ابتدي واحد ممتازين اثنين أبطال يمين ممتازين بشكل جدا بسيط يسار ممتازين يمين بشكل جدا بسيط ثلاثة أربعة ممتازين خمسة ستة ممتازين أبطال استمر ثمانية تسعة أخير عشرة جولة الثانية مع بعضه ممتازين واحد اثنين ثلاثة أبطال ممتازين خمسة ستة سبعة ممتازين ثمانية تسعة أخير عشرة أبطال نوقف الآن نريح ناخذ الشهيق والزفير نلاحظ الآن في زيادة في عملية التنفس مثل ما قلنا حنا كنا في وضع الراحة ثم انتقلنا لأداء التمارين لو تلاحظون الآن الجميع الأداء معنا التمارين صار في زيادة في مرات أو عدد التنفس في ارتفاع وناخذ السبب بإذن الله في درسنا اليوم بإذن الله الآن ناخذ الشهيق وزفير مع بعض أخير ممتازين الطال والآن معدلسنا اليوم بإذن الله أول شي رح ناخذ اللي هو أساس التنفس يتكون التنفس من عمليتين أساسية مثل ما قلنا اللي هي عملية الشهيق وأيضا عملية الزفير رح ناخذها بإذن الله الآن بالتفصيل وش معنى الشهيق وأيضا وش معنى الزفير أول شي في عملية شهيق حيث يتم فيه شهيق استنشاق الهواء من الخارج الهواء من خارج من خلال إيش الآن ليصل إلى الرئتين طيب مع صورة وضحية الآن لو لاحظنا إيش دخول الهواء من الخارج عن طريق إيش الأنف إلى داخل الجسم وإلى الرئتين ثم ينتقل إيش إلى القلب ثم إلى جميع أجزاء الجسم هنا انتهى إيش اللي هي عملية الشهيق ثم ننتقل على طول العملية الأخرى وهي عملية الزفير ويتم فيها عملية الزفير طرد إيش الهواء من الرئتين إلى الخارج وهي عملية عكسي لو لاحظنا الآن أيضا في الصورة يكون إيش الهواء في الرئتين أو في الجسم ثم إيش يتم طرده عن طريق أو طرده إلى خارج جسم عن طريق الفم والأنف مرة ثانية بصورة توضحية بسيطة لو خذنا عملية بشكل بسيط قلنا عندنا عمليتين أساسية لعمية الشهيق والزفير تودينا التمرين بسيط أو التمرين البسيطة لو لاحظنا الآن نحن في وقت الراحة أو الجلوس وأداء التمرين يرتفع عندنا عمية الشهيق والزفير طيب قلنا نحن عمية الشهيق لإيش استنشاق الهواء والتحديل الأكسوجين داخل الجسم طريق الأنف إلى الرئتين ثم إلى القلب ثم إلى جميع أجزاء الجسم وبعدها يتميش تحويله إلى القلب ثم إلى الرئتين ثم يطرده خارجا خارج الجسم عن طريق الكربون وأيضا من الأشياء الأساسية المهمة ويلاحظ أنه كلما زاد المجهود البدني هذه نقطة جدا مهمة كلما زاد المجهود البدني الذي نقوم به زادت سرعة التنفس لضمان الاستمرار في أداء المجهود البدني طبعا إيش نلاحظنا الآن وهي استجابة طبيعية لو لاحظنا إيش استجابة طبيعية من أجهزة الجسم لمقابلة احتياج من الهواء الذي يعتبر عنصر أساسية للقيام بالمجهود البدني والاستمرار فيه طيب ما معنى هذا الكلام الآن مثل ما قلنا في وقت الراحة يكون معدل التنفس عندنا خنقول في معدل الطبيعي لكن بدأينا نلعب بدأينا نتحرك بدأينا نلعب كروت قدم بدأينا نسوي أي نشاط بدني ومعدل التنفس عندنا يرتفع ليه شو السبب إن داخل جسمنا يحتاج العضلات الخلايا تحتاج إيش إلى الأكسجين طيب أنا عشان أخذ كفايته من الأكسجين وش أسوي لازم أزيد مرات أو عدد التنفس في الدقيقة الواحدة لو لاحظنا الآن في التمرين السابقة أدينا إيش تمارين بسيطة وزاد عندنا عملية التنفس طيب وتظهر الزيادة في إيش في سرعة التنفس على شكل زيادة معدل السرعة في إيش في الشهيق والزفير يعني يزوج عندنا مرات الشهيق وأيضا مرات الزفير وقلنا هنا ترجع الزيادة إلى احتياج الجسم لكميات أكبر من الأكسجين نظرا لأن هذا الأكسجين يساعد الجسم على أداء المجهود البدني والاستمرار فيه وأيضا عندنا تزداد رؤية التنفس تبعا لشدة المجهود البدني لمقابل تلك الحاجة والزيادة طيب ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثل ما قلنا في وقت الراحة انتقلنا إلى المجهود البدني أو اللعب أو الحركة تزود عندنا مرات التنفس أو عملية الشهيق والزفير طيب عندنا أيضا نشاط البدني يختلف فيه الشدة عندنا النشاط البدني البسيط أو الخفيف وعندنا المتوسط وعندنا أيضا العالي وهل فيه فرق في عملية التنفس؟ طبعا ممتازين فيه يكون فرق عندنا الآن مجهود البدني البسيط أو عندنا فراحة يكون فيه المعدل الطبيعي أو البسيط وإذا انتقلنا للنشاط البدني البسيط مثل المشي يكون في ارتفاع في عملية التنفس لكن ارتفاع جدا بسيطة و أيضا عنده مجهود المتوسط مثلا الهرولة أو السرعة المتوسطة يكون يرتفع أيضا معدل التنفس لكن في المجهود البدني العالي المرتفع مثلا الهرولة أو الجري مسافات بعيدة يكون معدل التنفس يكون عالي يعني عندنا الشهيق والزفير أو عملية التنفس تعتمد على شدة النشاط البدني أو شدة المجهود البدني طيب ناخد الآن مراجعة بسيطة على درسنا اليوم عندنا السؤال الأول تتكون عملية التنفس من عمليتين وهذا كررناها كثير جدا في درسنا اليوم في دروس سابقة وقلنا عملية التنفس تكون من عمليتين أساسية أبي الجميع الآن ذكرها مع بعض ممتازين أبطال رقمه أحد اللي هي عملية إيش؟ عملية الشهيق وأيضا عندنا الثاني لعملية الزفير وهي إيش عملية الأساسية في عملية التنفس وأيضا عندنا السؤال الثاني سؤال جدا مهمة أبي الجميع ركز فيه اللي هو سبب زيادة سرعة التنفس أثناء ممارسة النشاط البدني ترجع إلى إيش؟ إلى احتياج الجسم وزيادة احتياجه لكميات أكبر من الأكسجين طيب عشان نوضح لكم السؤال الآن داخل جسمي الآن وأنا جالس يحتاج جسمي الأكسجين ممتاز؟ لكن هنا في السؤال يذكر أثناء النشاط البدني يرتفع التنفس لأن جسمي يحتاج إلى أكسجين أكبر هل هذا الكلام صحيح أو خاطئ؟ يعني أثناء النشاط البدني هل أحتاج أنا إلى أكسجين أكثر أو لا؟ ممتازين؟ طبعا الجواب صحيح الجواب صحيح لازم لأننا مثل ما قلنا عنا أثناء النشاط البدني أو أثناء المجهود البدني يحتاج أجسامنا العضلات والخلايا إلى الأكسجين أو إلى كمية أكسجين أكبر وبذلك يزود عندنا عملية التنفس وعمية الشهيق والزفير بكذا حبايبي خلصنا درسنا اليوم يعطيكم العافية لحسن إنصاتكم واستماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته